أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية تركيا تعيد عشرات المغاربة من المطار قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد علم أمم مصادر مطلعة أن السلطات التركية أعادت نحو ثلاثون شاباً مغربياً إلى أرض الوطن فور نزولهم بمطار إسطنبول ونقلت نفس المصادر أن السلطات التركية لم تسمح لهؤلاء بالدخول لعدة إسباب منها المتعلقة بالأمن وكذلك هناك من خالف في السابق قوانين الهجرة والإقامة في تركيا وذكرت ذات المصادر أن السلطات التركية أصبحت تشدد في إجراءات الدخول خاصة بالنسبة للقادمين من شمال أفريقيا والذين باتوا يتخذون من تركيا معبراً لدخول الاتحاد لاور بيبران ووفق مصادر إعلامية فإن إجراءات مشددة أصبحت تطبق في مطارات تركيا وتهدد بترحيل العديد من المغاربة الذين يتجهون لا بلاد لناضول لغرض السياحة أو الدراسة أو العلاج ترجمة نانسي قنقر